الآن سوف أجد الحقيقة بإستخدام المستقبل في الحقيقة لديه ثلاثة الأولى فف P X أقوى أو أقوى سوف يكون مثل هذا أو هذا سوف أولا موضع الثلاثة ثلاثة AC الآن ثلاثة الثلاثة 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 ثم أختارied 5 5 هنا لديه فرأت هنا سأخذ نمبر 1P نمبر 1 1 سأخذ داتا 2 equal 0 9 7 7 2 5 الثاني هنا سأخذ نمبر 1 5 هنا PX greater than or equal value سيكون هذا أو هذا سأخذ نمبر 3 لذلك سأخذ X1 equal 0 1 5 8 6 6 الثاني هنا سأخذ Q في هذه الحالة PX between two values 0 or Z Z or 0 الثاني هنا 2Q الثاني هنا في هذه الحالة بين 0 and 2 سأخذ 2 سأخذ 0 0 0 47 7 2 5 الثاني هنا أخذ 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 الثاني هنا أخذ أو أخذ أخذ سأخذ QZ2 plus QZ1 أخذ هذا أخذ أخذ Q3 Q3 minus Q2 سأخذ 0.0214 شكرا أخذ أخذ هنا PX less than 2 or less than or equal are the same شكرا شكرا